في العراق تظاهر وغضب على الأوضاع لكن يجب أن تكون تحت السيطرة قاعدة بات حكام العراق الجدود والمرجعية في النجاف تسير عليها وكأن المقدرة للعراقيين أن يبقوا رهيني محبس السلطة الذي يأخذ ويأخذ وحين يعيد أن يمنح تظل الوعود مجرد تصريحات لاحتواء غضب متظاهرين هناك مشكلة سياسية اقتصادية اجتماعية مالية وهذه المشكلة لا تحل لا بد أن يعبر عن غضبه لا بد أن يصحر بقوله لكن بشكل تحت السيطرة صحيفة العرب اللندنية وفي تقرين لها قالت إن الساسة في العراق يسوقون أنفسهم كوكلاء لحل الأزمات لكي يتفادوا تبعات المظاهرات التي صبت جام غضبها عليهم باعتبارهم شركاء أساسيين فيما آلت إليه أوضاع البلاد من فساد وسؤف الخدمات ومع اجتداد حدة التظاهرات وواعيا منها لاحتوائها وعدت الحكومة بتوفير عشرة آلاف وظيفة لأبناء البصرة وقريبا من هذا العدد إلى ذيقار وواسط والنجاف وكربلاء وفي هذا الصدد يقول خبراء اقتصاديون إن هذه الوعودة قد يكون من الصعب تحقيقها فالمزيانية العامة للدولة لعام 2018 لا تشمل توظيف هذا العدد وهو مفاهمه المتظاهرون مبكرا حيث يقول موقع نقاش الألماني إن التظاهرات الصيفية المألوفة في العراق تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة تبدو هذه المرة مختلفة تحمل عشرات المطالب ويجمعها غضب شعبي على جميع النخب السياسية وهو ما دفع الأحزاب الحاكمة للمسارعة إلى استئناف مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بعد استشعارهم خطر اتساع رقعة الاحتجاجات وباسم المرجعية والمتظاهرين يحاول هؤلاء ركوب بوجة التظاهرات ليكونوا الكتلة الأكبر وبالتالي يستأثرون بحكم البلاد وفعلا الآن لا يمكن تشكيل أي كتلة كبرى أو حكومة دون الأخذ بنظر الاحتبار توجيهات المرجعية وصرخات الغاضبين بدنها الشعب العراقي ولكن الغريبة في الحالة العراقية أن ذات الأحزاب التي تنادي بحقوق المتظاهرين والاستماع لصرخاتهم الغاضبة هي أيضا من ساهم رصاص ميليشياتها في قتل عشرات المتظاهرين وإصابة نحو ثمانمائة منهم وتعدى ذلك لتخوينهم واتهامهم بأنهم يحملون أجندات خارجية لا وقطعوا عنهم الإنترنت حتى لا يصل صوتهم للعالم ويبقى ذات الساسع هم المتحكمين بدماء ونفط العراقيين